طبعاً هي طبعاً هو حالة من الحالات المزعجة ولما تجي يبغى لها انتباه خاص يعني ممكن تقول لي دكتور ايش الاحتمال؟ انه انا اتوقع انه زوجتي يجي لها اكتئاب ما بعد الولادة اول حاجة هل عندها اكتئاب سابق ولا ما عندها اثنينة هل عندها في الاسرة اضطراب ونفسي ولا ما عندها في الاسرة اضطراب نفسي سوان اضطراب الاكتئاب والاضطراب الهوس ثلاثة هل مرت بولادات سابقة وما كان فيها مشاكل؟ اربعة اذا كان عندي اي محور من المحاور السابقة يبقى احتمالية انتصاب زوجتي باكتئاب او ذهان ما بعد الولادة يعتبر عالي العلاج مرة مهم سرعة العلاج مرة مهمة الاستجابة احياناً ما تكون مميزة الخوف عليها الخوف من الانتحار الخوف على الطفل لانه ممكن تتعرض حتى للطفل فيبغاني انا كزوج او كزوجة انا اكون حريصة على نفسي او زوجي يكون حريص علي بحيث انه ينتبه لي انه ما يحدث مني مشكلة جميل طيب دكتور اش الرسالة اللي نبغى نوصلها للازواج في التعامل مع الحالة هذه؟ بس ولا شيء اذا انت عندك زوجتك عندك اكتئاب سابقاً او اسرتها فيها اكتئاب سابق او اي احد من الاسرة عنده اكتئاب سابق من ناحيتها من ناحية اهلها خلك حريص فيما بعد الولادة اذا تغير مزاجها تدهور مزاجها خلك حريص على طريقة التعامل معها وفحصها من خلال الطب النفسي للتأكد او المعالج النفسي التأكد انه ما عندك اكتئاب اشتركوا في القناة